كده قدرنا نعمل موشن تراكينج احترافي وكمان كي فريمينج بشكل جميل السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابداع والتميز دائما ابدع واستمتع النهاردة بنتكلم عن الموشن تراكينج والكي فريم ودولة اتنين من التحديثات الرهيبة جدا فيه في المرة اكس النهاردة هنشوف ازاي تعمل موشن تراكينج وازاي تعمل كي فريم بمعناها كده بالعربي يعني ان انت بتخلي او عنصر يعمل تراك متابعة لعنصر اخر يعني منين ما يتحرك الاول يتحرك مع العنصر التاني في الشاشة عشان نعمل كده هنجيب اي فيديو من الفيديوهات اللي عندنا اهو نسحبه تحت بشرط ان يكون الفيديو مسلا فيه عنصر متحرك هو اللي انا هعمله تراك ان انا هتابعه فيه الشاشة تمام نشوف هنا مسلا ادي هنا هنلاقي مسلا فيه عندنا حصان بيجري على الطريق اهو زي ما شايفين انا اخد هنا مسلا نقص الجزئية دي نحدث زي ما انت شايف اهو الجزئية اللي انا محتاج اعمل عليها تراكينج اهو حوالي مسلا عشر ثواني اتناشر ثانية اهو الحد هنا مسلا وبعدين امسح البيعي دولوقتي انا حدد الفيديو اللي انا عايز اعمل التراكينج والعناصر اللي احنا قلنا هو الحصان عشان ابدأ عملية اخاف في اول الفيديو اهو كدو لازم اخلي العلامة الراس دي موجودة في اول الفيديو بعمل هتظهر لي انهوت الخيارات هنلاقي انهوت خيار هندوس عليه وهيظهر لي هناك علامة الاكس موجودة على الشاشة او زائد هنحدد اللي انا عايز اعمل عليه اهو. بحدد العنصر ده. بعد ما بحدده بدوس عشان يعمل او تحليل لشكل العنصر بالزبط اللي هيتعمله في بقية الفيديو فبدوس هنا. اهو بيبدأ يعمل دوت اهو. وبيعد اهو زي ما انت شايف لحد ما يوصل للمية يبقى هكده استكمل عملية او التحليل للشكل. اهو بيحلل بالزبط شكل الحركة. اهو كده تمت عملية تحليل طيب. دلوقتي انا لسه ما ضفتش العنصر اللي هيتعمل يعني ده خلاص حسن بيتحرك. انا محتاج اضيف اه اي شكل تاني او اه اه صورة مسلا او اي كلام موجود. ولكن يكون متابع دايما للشكل اللي انا عملت له. تمام? هنروح مسلا للتايتلز هنا ونكتب اي جملة. اهو نسحب. تمام? ونخلي الكلام بنفس المساحة بتاعة الفيديو. يعني اهو نفس الفترة الزمنية. خلاص? وبعدين هنا هو نشوف احنا هنكتب ايه? هادي انا هو. ممكن مسلا نعمل علامة استفهام. على اساس ان المنظر غريب شوية. حسن بيجري في وسط الطريق. اهو نكبرها كده شوية. خلاص? ونحدد بتاعها هنا على الشاشة. وليكن هنا مسلا. اهو. ده انا كده خلاص عايز اخلي او علامة استفهام تكون متابعة لحركة الحسن. هعملها ازاي? هدوس تاني على الفيديو. تمام? هيزهر لخيارات هنا هو مكتوب يعني ما فيش حاجة معمول لها تمام? هندوس على السحمل تحت. هيجيب لي ان هو لو فيه اكسر من صورة او اكسر من موجود. هنا ما عنديش غير هو واحد. اللي هو دوت. تمام? اللي انا عامل فيه علامة الاستفهام. هختاره. خلاص كده هو. يبقى انا مجرد ما اخترته. يبقى علامة هتعمل لحركة الحسن. تعال نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي لما نشغل الفيديو. اهو زي ما انت شايف? حتى بتتحرك معا شوية تحس انها بتهتز نفس الاهتزاز بتاع حركة الحسن. اهو. ده كان طريقة عمل في آآ في المورة والتحديث الجديد. الجزئية التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة في الفيديو هي الكي فريمينج. الكي فريمينج هي تحريك العناصر او اللي موجودة قدامي على الشاشة. عمل حركات متخصصة لها بشكل احترافي وجميل. عشان نجرب الموضوع ده هنروح لميديا ونختار مثلا سامبل كلار اهو. تمام? وبعد ان نجيب اي المنت عندنا من العناصر وليكن مثلا آآ السهم ده. اهو. السهم دوت او زي ما تشايفين بيتحرك اهو ناحية الاعلى وبيقف. طيب. انا دلوقتي عايزو اعمله حركة مخصصة. تمام? هنضيف هناك كي فريم. هنعمل ونروح هنا اد انيميشن. بعدين هيظهر للخيارات المتقدمة لل اد انيميشن. نضيف ان هو الكي فريم. هيظهر لك اهو زي ما انت شايف. نقطة خضرة دي بداية الكي فريم بتاعي. تمام? اللي هي انا عايز احددها. اللي هو هيبقى هنا. اهو. ده بداية الحركة هيتحرك من هنا. تمام? وبعدين امشي بالمسطرة تحت شوية. تمام? واضيف اد كي فريم تاني. اقدر كمان احدد الحركة من هنا هون من العناصر ديت. يعني اقدر اخليه يلتف حوالين نفسه. اول ما حركت خدت بالك انهو عمل لسه كاني بدأت في عمل الكي فريم. يعني على سبيل مثال لو انا عملت كده. خلاص? وندوس تشغيل. هتلاقيه خليه يلتف بنفس الطريقة اللي انا قلنا عليها من شوية. اهو. وبعدين نوقف بنفس الشكل اللي توقف عليه. طيب. لو انا عايز اعمل اي حركة تاني نفس الكلام. هو هنا على كي فريم. تمام? خليه يلتف دورة كاملة حوالين نفسه. اهو كده مسلا. زي ما انت شايف. عمل التفافة كاملة حوالي نفسه. تقدر كمان تحدد الكي فريم عن طريق ان انت تحرك الشكل لنفسه. يعني هنا مسلا بتقف بتعمل اضافة. بعدين تتحرك تلاتة اربع ثواني وبتعمل اضافة. تقدر هنا هو تاخد الشكل نفسه وتنقله لمكان تاني في الشاشة وكده على طول بيعمل او بيعمل تسجيل للحركة ديت. اهو زي ما انت شايفين. تعال نشوف دلوقتي هيلف حوالي نفسه. اهو الحركة الاولى اللي عملناها. وبعدين الكي فريم التاني نقله لحد اخر الشاشة. ده كان رؤية سريعة لكيفية عمل الموشن تراكينج والكي فريمينج في فلمورا اكس. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة. وما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز. ابدأ واستمتع بلايك سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة